من برح كنت أعاد مع أخي الشيخ محمد رئيس الدولة بقول له هطلب منك طلب قال لي خير قلت له سوريا سوريا عشان خاطر ربنا ساعدوا سوريا فقال لي احنا اقول كده ولا ما يسعش والله العظيم قال لي احنا بنبعد 8 طهرات كل يوم صحيح قلت له اكتر قلت له ايه اكتر طب ممكن ان الشعب الاماراتي يزعل من ده مش عارف اوه وتزعله ابدا اوه بالعكس تفتخره وتتشرفه وتساعده ان انتم عملته ده وبتعمله ده دي الكلمة اللي انا عايز النقطة المضيئة الاولانية اللي لو لاها يا فيصل لا يمكن ابدا على قد عقلي وعلى قد تشوف اللي انا كنت شايفه ساعتها ان كانت مصر تعدى من اللي هي فيه ابدا ابدا اسمع الاحتياطي اللي كان موجوده كان تحدي اخر في الوقت دوت بعد الحالة اللي حصلت في الفين وحداشر لغاية الفين وآآ تلاتاشر خلاص كان بيستهلك كله في انك انت بجيب فيه المواد البترولية وخلص ويه خلص بقى فضل يعني مبلغ ما يعملش حاجة مع السلع اللي تجيبه مع ده يعني خلاص حتى اللي كان موجود ممكن ينفع قبل الثورة قبل الفين وحداشر ما بقاش موجود اذا اللي انا بأكده هنا ان لو لا وقوف الاشقاء في الامارات في السعودية في الكويت اللي انا بكلم عليه لو لا ما كانتش مصر وقفة تاني ف البعض استنى يا فسن فخامت الرئيس يعني شكك في العلاقة بين القاهرة وبعض العواصم الخليجية خلينا اتكلم تفضل تفضل فخامت الرئيس خلينا اوجه لكم شكر تاني وتالت ورابع وما تسمحوش ما تسمحوش للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة انها تؤثر على الأخوة اللي بينا بنا كلنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة